هذا ويكثف الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه الفترة عدد الفحوصات اليومية وذلك لسرعة الوصول للحالات القائمة وتتبع أثر المخالطين لها للحد من انتشار الفيروس في المملكة معنوية عالية يعمل بها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في مواجهة الوباء وحفظ صحة وسلامة مملكتنا الغالية تجسدها العديد من المهام الثقال ومنها تتبع أثر المخالطين وأعداد الفحوصات الكبيرة للوصول السريع للحالات القائمة وهنا نود أن نوضح أن الهدف الرئيس هو الحفاظ على الأرواح وإذا تركنا حالات قائمة دون رصد أو تتبع وخالطت أشخاص آخرين لديهم أمراض أو ظروف صحية كاملة من الممكن أن يتسبب ذلك في زيادة الوفيات وهو ما لا يتمناه أحد ما تهمنا هي الحقيقة والتعامل مع الوضع بمثل ما يجب وبعيدا عن أية طرقة تعكس إحصائيات غير دقيقة تسبب زيادة الخطر على المجتمع أعتقد أننا منهجنا في بداية الأمر في الفريق الوطني كان المصداقية والشفافية وقد بذل الفريق الوطني جهودا كبيرة في نسبة الفحوصات اليومية التي تعد بها البحرين من الأعلى عالميا بالنسبة لعدد السكان في وحدات الفحص المتنقلة والفحوصات العشوائية ووحدات الفحوصات العشوائية بالأسواق المحلية بالإضافة لإلزامية الفحص السريع لموظف الجهات الحكومية والقطاعات الأساسية وخفض سعر البيع على الصيدليات ترجمة نانسي قنقر